هلو ماي دير ستيرانس النهاردة عزيزي طلب الطريبات صفقة الثالث الاعدادي هنحل مع بعض امتحان اللغة الانجليزية الفصل الدراسي الثاني عشرين اتنين وعشرين محافظة الجيزة الفيديو ده هيكون مفيد لطلبة محافظة الجيزة اللي حابب يتأكد من الاجابات بتاعته او باقي المحافظات اللي لسه امتحنتش طبعا برضو قدر تستفيد هسيب لكم نسخة من الامتحان في صندوق الوصف اسفل الفيديو اللي محتاج الامتحان يحمله علشان لو حابب يراجع عليه عندي اول حاجة بيقول لي finish طبعا زي ما احنا عارفين ده following dialogue عندي محادثة بين احمد وهيبة are talking about reading بيتكلموا عن القراءة لازم اقرأ الدخلة اللي في الاول hi heba where are you going انت رايحة فين طبعا احنا عارفين القراءة بتكون فين غالبا يبقى المفروض هاجة جاوب هبدأ من عندي و وهقول i am اللي هو طبعا are going أنا اذهب to the library انا رايحة فين المكتبة لو انا مش عايز اكتب الجزء اللي في الاول اكتب من اول to ما فيش مشكلة سألتها سؤالت لها yes i like reading احنا قلنا لما بالله يا سنو بنشيلها وبنسأل بفعل مساعد like هاجبله فعل مساعد do will i بيحول الي you والمصدر من like هو هو like do you like reading بتحب الكراءة what kinds of books do you read ايه نوع الكتب اللي انتي بتحب تقريها ممكن اقول مثلا انا بحب عندي انواع كتير ممكن اقول مثلا adventure adventure box كتب الايه المغامرات يا مستر هكتب historical box هكتب comic box براحتي هنا في سؤال نشوف بقى اللي جاء في الاول i visit the library twice a week مرتين في الاسبوع انا قلنا لما بنلاقي كلمة twice او كلمة once او three times بنسأل بhow often طب يا مستر يعني ايه how often كام عدد المرات طب ليه حاجة تاني اه how many times اكتب عندك كده how many times و visit ده فعل مدارة هجيب له do والاي يحول اليه يبقى how often do you visit كم مرة انت زورت ده او many times do you visit ده library تكمل زورت المكتب سؤال اللي بعده could you recommend recommend يعني يوصي مي يعني تقترع علي ابوك ممكن توصيني بكتاب ممكن اقول ياسي could وممكن اقول له you can read او I recommend انا بوصيك I recommend you انا اوصيك ان انت ممكن I recommend reading على طول مفيش مشكلة انت ممكن تقرأ مثلا اي قصة علينا احنا مثلا في الفصل الدراس سنة ده مثلا black beauty ما بيش اي مشكلة اي اقتراح عادي ده بالنسبة الاول سؤال معنا السؤال التاني عندي هنا read and complete ارو اي واكمل عندي هنا كلمة language has have online articles مقالات وضعي i started english and media و اعلام at the university i work as an editor انا محرر صحفي i work for an english not website موقع عبادة موقع language اللغة nowadays في هذه الايام more people read news بيروا الاخبار not بيرواها فين الاخبار طبعا بيرواها online عنت i like this job lots of different journalists send me there بيبعتوا لي اي بها journalist articles المقالات بتاعتهم and i not to decide و انا اللي مطلوب مني which ones are the most important انا اقرر طب الاي بياخد have ولا هاز دي بالا على القواعد احنا هنا فيهم واحدة على القواعد i have to decide انا اللي ايه انا اللي بقرر بعد كده عندي comprehension القطعة the energy اللي هي الطاقة that is produced by the sun اللي بقينا انطري الشمس is cold اسمها ايه احنا اخدناها السنة دي solar energy this is good for the environment جيدة للبياء because it's renewable لأنها متجددة this means that it comes from natural resources resources يعني مصادر و natural يعني طبيعية الفقرة التانية Egypt has almost nine مصري فيها تقريبا تسعة and half hours ونص of sunshine everyday الشمس بتشرك في مصر تقريبا من تسعة لتسعة ساعات ونص the sun is nearly always shining بتشرك and there aren't usually many clouds والسحب قليلة in the sky it's one of the suniest countries واحدة من اكثر الاماكن المشمسة in the world في العالم كله this is why Egypt is using the sun عشان كده بتستخدم الشمس to produce energy bin ban solar park محطة الطاقة الشمسية اللي هي اسمها bin ban is the largest solar farm in Africa اكبر واحدة في افريقيا كلها and one of the biggest in the world واحدة اهم اكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم الفكرة الثالث another type of renewable energy في نوع ثاني اللي هو wind energy أو wind turbines طاقة الرياح there are wind farms في محطات طاقة شمسية خاصة بالرياح in Egypt like this one in her gadas زي الف الغرداء اخر فكرة Egypt use a lot of renewable energy طاقات كتيرة and the government wants people to use it more والحكومة عايزاهم استخدموها if we all use more renewable energy لو كلنا استخدمنا renewable energy it would help us to save our planet هنحمي كوكبنا يلا كده نشوف اسئلتنا مع بعض the energy produced by the sun is cold not energy سهلة جدا طبعا solar atom moon dust طبعا solar energy طاقة شمسية is one of the suniest countries in the world واحدة من اكثر الاماكن مشمسة في العالم لبنان لندن ايجيبت فرانس القطع كلها طبعا بتتكلم عن مصر the main idea of the text is الفكرة الرئيسية sunshine شروق الشمس renewable energy الطاقة المتجددة wildlife الحياة البرية solar park طبعا renewable energy الطاقة المتجددة from the passage من القطع name two types قولنا نوعين من ال energy come from natural resources هم ما فيش اللي نوعين عندنا solar energy و ايه تاني غير solar energy عندنا النوع التاني wind energy طاقة الايه طاقة الرياح او power summarize لخص the last paragraph in your own words اخر paragraph اللي في اول فقرة بيقول ايه بيقول ان مصر عادي جماعة ده سؤال براحتنا use مصر بتستخدم a lot of الكثير من solar energy do you think هل تعتقد ان ايجيبت should use a lot of هل تعتقد انتقال متجدد اكتر طبعا yes of course او yes sure او yes i think او yes i do سؤال سهل خلص يلا كده مع بعض نشوف سؤال الاختيارات a or an is a person who specialized يتخصص اللانجوج من المتخصص في اللغة زي والد صفية المهندس presenter مؤدم broadcaster linguist reader اللي هو عالم لغة when you say the word street this means a to walk on شارع يبقى طريق هنمشي فيه road sea house sky road the word give the opposite of small عكس small small يعني صغير يبقى ضخم tiny تسويها enormous يعني ضخم طبعا little صغير وكلير واضح we add the suffix حاجة بنضيفها لآخر to the verb collect يجمع to make the noun اول اختيار طبعا هنا e r بعد كده e n i r i m لو ركزنا كويس طبعا وراءة الامتحان النهاردة كان فيها غلطة بسيطة غلطة مطبعية بسيطة جدا يعني مش هازل نكبر الموضوع هي طبعا المفروض دي ما كانتش e المفروض تبقى o يبقى المفروض الاختيار ده يبقى or وتعدل في لجان الامتحان وتم تداركه وطبعا هتبقى الإجابة collector هتبقى collector اللي هو جامع القمامة او جامع اي شيء يعني we can't make phone calls because there is no telephone مش هنفع نعمل مكالمات لان ما فيش telephone wireless orders gps طبعا signal مفيش إشارة the prefix حاجة بتنضف الاول use to mean use again تستخدمه تاني r e u n i n طبعا r e بعد كده عندي سؤال correct تصحيح الخطأ i went to the club after i انا روحت النادي بعد بنات مايورك احنا خدنا قاعدة after بيجي بعدها حدث اول يبقى هو هنا خلص الوجب بتاعه طب الحدث الاول بيبقى ايه ماضي تام يتكون من هاد والتصريف الثالث من finish طبعا finished my house built in around 2000 2000 طبعا الفين ماضي ودي مبنية المجهول was aware والتصريف الثالث هو مديني التصريف الثالث if it's hot اه دي حالة if في مضارع يبقى الحال الاولى بتقول مضارع الناحية التانية مستقبل يبقى مفروض نقول will go to the beach in the past people used to اعتدى ان اسمها طبعا used to heba told me that hair plane مباشر وغير مباشر جملة متحولة والطيارة دي طبعا من الموعيد يعني جملة كانت مضارع بسيط فاحنا طبعا leaves هتبقى نجيب الماضي منها هتبقى left to london that day that day يعني في ذلك اليوم ولو اعتبرنا ممكن حد يقولي this this day كان this day ممكن اعتبرها في future ونقول what leave بس عادي طبعا ما فيش مشكلة خالص في left بعد كده عندي اللي بنا بقى سيرة ذاتية موضوع اتدربنا عليه a person you like most شخصيا انت بتحبها عندك طبعا محمد صلاح فيش مشكلة عندك طبعا صفية المهندس في الترمي ده عندك الدكتور فاروق الباز عندك طبعا برضو اي من رجب اللي هو في وكالة ناسا دلوقتي كده حل موضوع معاكم هنا طبعا ده موضوع كنا واخدينه في المراجعة مثلا صفية المهندس صفية المهندس On the radio she presented programs for women amal Beramik le ngne say and for children Her most famous program was Housewives verb bottle minutes which she presented news educationalinky advice and drama for the whole Egyptian family Safeya was very kind and helpful to already broadcaster can it motana she helped everyone and so she was called action areнич andessus January the mother of broadcaster she was the head of the radio كانت هي مديرة الإزاء عن تلشي ريتايرد حتى تقاعدها وبكده نكون وصلنا لنهاية محافظتنا محافظة الجيزة انتظرونا إن شاء الله في محافظات قادمة مع تمنيات بدوم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته